للمزيد حول تصريحات رئيس الحركة ورئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل الهنية ينضم إلينا من بيروت وليد كيلاني المتحدث باسم حركة حماس في لبنان سيد وليد مساء الخير ما الذي يمكن فهمه من حديث السيد هنية فيما يتعلق بفتح مصار سياسي بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لكم على هذه الاستضافة أخ الكريم كما تعلم منذ سبع أكتوبر إلى الآن وهناك كثير من الدول التي سعت إلى أن تكون إلى جانب حركة حماس وأن تسعى بحل السياسي لذلك هناك عدة اتصالات تجري في الدوحة وكذلك جرت اتصالات في روسيا وفي بعض العواصم العربية لذلك هناك مسار سياسي بشكل دقوب وبشكل يومي ولكن العدو الصهيوني يريد أن يفاوض على الأسرى ويريد أن يفاوض على إدخال المعونات الغذائية والأدوية والمياه والوقود للشعب الفلسطيني تحت النار وهذا ما رغضته الحركة بعد 25 يوما لأن هذا العدو لم يحقق شيئا خلال هذه الفترة من المعركة سوى أنه قتل الأطفال يريد قتل الأطفال والنساء وهدم البيوت على رؤو الساكنيها إلى الآن أصبحنا نتحدث عن 9000 شهيد معظمهم من الأطفال والنساء هذا العدو خسر المعركة السياسية وبدأ عفواً المعركة العسكرية وبدأ يخسر المعركة السياسية والإعلامية وهناك كثير من الدول التي تقيم علاقة مع هذا العدو بدأت تقاطع هذا العدو مثل بوليفيا وسكتلندا وكولومبيا وتشيلي والأردن بالإضافة إلى مدير المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذي قدم استقالته لذلك هذا العدو بدأ يخسر عالميا وبدأت هذه الصورة الصورته المشوهة بدأ التي دفع عليها ملايين الدولارات ليحسن هذه الصورة بدأ يخسر هذه الصورة أمام العالم وبدأوا البحث عن الحلول السياسية لذلك مثل ما ذكرت أن هناك كثير من الأطراف التي تسعى لحل سياسي تحتنات وهذا ما رفضته الحركة إلى الآن ولكن الاتصالات التي أشرتم إليها أستاذ وليد سواء ما يتعلق بالاتصالات روسيا أو قطر تبحث في الأساس حسب ما يصدر من تسريبات إعلامية تبحث موضوع المحتجزين في القطاع المحتجزين الإسرائيليين والأجانب كلام الناطق العسكري باسم حركة حماس كان واضحا بخصوص الأسرة إذا أرادوا أن تكون الصفقة متكاملة ودفعة واحدة فلا بأس في ذلك وإذا أرادوا تجزئ في هذه الصفقة فكذلك لا نمانع في هذا الأمر ولكن نحن نقول الكل مقابل الكل هكذا كان تصريح الناطق العسكري لكتائب القسام نريد أن نضيض السجون من كافة المعتقلين الفلسطينيين والعرب ومن هنا تجري المفاوضات على هذا الأمر ولكن بالمقابل كتائب القسام قالت أن هناك لديها من الأسرة الذين يحملون الجنسية الأجنبية أو الجنسيات الأجنبية لا مانع بالخروج وإطلاق صراحهم ولكن تنتظر لتحسن الظروف الأمنية حتى يتم إطلاق صراحهم ولكن هناك مفاوضات التي ذكرها الناطق العسكري بخصوص الجنود أو الأعداد التي تمتلكها كتائب القسام وعددها يفوق 200 أسير للكتائب طب أستكمل هذا الجانب السياسي في حديث سيد إسماعيل هنية وقد كان معنا في الأستوديو قبل قليل السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجماعة الدول العربية وهو أشار إلى الطرح الذي قدمه السيد هنية وامتدحه بالقول بأن هناك انفتاحا من المكتب السياسي لحماس على تقديم رؤية سياسية وليس فقط مسألة المقاومة العسكرية البعض ربما يقول بأن كلام السيد هنية جاء نتيجة الضغوط ونتيجة الآلة العسكرية الوحشية الإسرائيلية التي تستمر في قتل المدنيين في غزة ما تعليقك؟ العدو الصهيوني يريد من هذا الإجرام وهذا الدمار وهذه العنجهية وهذه الغطرصة التي يمارسها والإبادة الجماعية والجرائم المتكررة وهذه المجازم المتكررة البارحة واليوم وقبل أيام يريد أن يضغط على المقاومة يريد أن يحسن شروطه لذلك قالت حماس ونقول نحن لا مفاوضات تحت النار فلتعلن عدو الصهيوني عن وقف إطلاق النار ولكل حادث حديث هناك الوسطاء يقومون بدورهم وشروط حماس واضحة نحن نريد تبيض السجون بشكل كامل لذلك يجب أن نقسم بين الأسرة لدى حماس هناك حملة الجنسية أو حملة الجنسيتين من الإسرائيلية وجنسيات أخرى وقالت حماس هؤلاء سيخرجون لا علاقة لنا بهم وهم ضيوف لدينا وأما الجنود وجيش الإحتياط هؤلاء نريد أن تكون صفقة مشرفة تبيض كل السجون غير ذلك لن تقبل حماس بأي شروط أخرى كل ما دفعته حماس وكل ما تراه من دماء وأشلاء ودمار كل هذا وحتى معركة الطفان الأقصى كان من أهم شروطها وكان الحركة وكتاب القسام قامت بهذه العملية إحدى أهدافها هي إطلاق جميع الأسرة في سجون الاحتلال لذلك لن تقبل حركة حماس إلا بطبيعية كل المعتقلين من سجون هذا المحتل الغاصب هل يمارس الوسطاء أو بعضهم ضغوطا على حماس؟ نحن لا نقول ضغوط ولكن هناك بعض الدول الصديقة مثل قطر ومصر وتركيا وروسيا هم الوسطاء الذين تتم الحركة تتواصل معهم بشكل دائم وهم الوسطاء تقريبا يعني بشكل دائم ولكن لا يوجد ضغوط على الحركة نحن قلنا بشكل واضح لا نريد أن يكون أي شخص من الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال نريد تبيض كل هذه السجون ونريد إطلاق صراح جميع المعتقلين كل هذه الأتمان التي دفعتها الحركة ودفعها الفلسطينيون في قطاع غزة لن يقبلوا إلا بإطلاق جميع صراح كل الأسرق من سجون العدو الصهيوني لذلك لا نقول ضغوط وإنما هناك اتصالات بشكل دائم وبشكل آني أستاذ وليد سيد هنية يقول أيضا اليوم أن ما ستنشره كتاب القسام حول خسائر الجيش الإسرائيلي سيصدم العدو وشعبه ما المقصود؟ العدو الصهيوني فلنعود إلى ما قاله الناطق العسكري باسم هذا العدو اعترف بمقتل 15 جنديا إسرائيليا وعليك أن تضرب هذا العدد بثلاثة هكذا عودنا الناطق العسكري وعودتنا قيادة العسكرية للعدو الصهيوني وهناك بدأت كتاب القسام تنشر عدد من الفيديوهات رأيناها على شاشات التلفزة كيف أنها ألقت قنبلة على عدد من الجنود الذين كانوا متمركزين في حي الزيتون ومنذ يومين تم ضرب ناقلة جند تسمى نمر كل هذا العدو الإسرائيلي بدأ يكشف عن قتلاه شيئا فشيئا هذا متعلق بسياسة هذا العدو حتى يبلغ أهل هؤلاء القتلى قبل أن يعلن عنهم لذلك هناك كثير من الخسائر لدى العدو الصهيوني سيكشف عنها في الأيام القادمة اليوم اعترف ب15 قتيل وسنرى في الأيام الساعات القادمة أن يتكشف أعداد كما قال القائد إسماعيل هنية ولكن وزير الجيش الإسرائيلي يقول بأنه على حماس إما الموت أو الاستسلام أخي الحبيب الهدف الاستراتيجي من هذه المعركة كان لدى العدو الإسرائيلي هو كما صرحوا القضاء على حركة حماس في البداية ثم عدلوا هذا القرار وقالوا نحن استطعنا أو نريد أن نقود قدرة حماس حركة حماس العسكرية حركة حماس ليس هي حركة عسكرية حركة حماس حركة اجتماعية متواجدة في كل مرافق الشعب الفلسطيني هي متواجدة في كل بيت فلسطيني إذا أرادوا أن يقضوا على حماس فيريدوا أن يقضوا على كل الشعب الفلسطيني لذلك حركة حماس ليس مجموعة صغيرة يشبهوها تارة بالإرهاب وتارة بداعش حركة حماس متجذرة وقد فازت بالانتخابات التشريعية عام 2006 وكانت الأغلبية لحركة حماس لذلك هي حركة اجتماعية متواجدة في جذور هذا الشعب الفلسطيني لذلك نحن نقول أن حركة حماس باقية رغم كيد الأعداء ورغم هؤلاء الجبناء لو يقاتلوا كتائب القسام لرأينا كيف أن خسائرهم تكون أكبر ولكن حينما عجزوا أن يواجهوا قدرة حماس وحينما عجزوا أن يواجهوا كتائب القسام لجأوا إلى قتل المدنيين ولجأوا إلى قصف الطواقم الطبية والأبعاج السكنية وضرب المدنيين وضرب الصحفيين فهذه سمت الجيوش المهزومة لذلك يلجأون إلى قتل المدنيين حتى يضغطوا على قيادة حماس وليؤلبوا الشعب والغزيين على قيادة حماس ولكن رأينا كيف أنهم يخرجون من بين الأنقاض ويقولوا نحن مع المقاومة ونحن في المقاومة ونحن باقون في أرضنا لن نخرج لن نعيد نكبة 48 سنبقى في فلسطين رغما عن أنف الحاقدين رغما عن أنف اليهود إما النصر وإما الشهادة سد وليد هناك قمة عربية طارئة ستعقد في الرياض في 11 من هذا الشهد ماذا تنتظرون من هذه القمة؟ ما هي رسالتكم للقادة العرب الذين سيحضرونها؟ يعني أنا أقول لك هو تمني نتمنى أن تكون هناك مواقف مشرفة للعرب أين يعني للأسف إذا نظرنا إلى الدول الأوروبية أو العواصم الأوروبية وحتى الولايات المتحدة الأمريكية كثير من هذه الشوارع انتلأت بالمتظاهرين أكان في لندن رأينا أكبر المظاهرات في لندن في كوبينهاجن بالدنمار كذلك في عديد من الولايات المتحدة خرجت المظاهرات تؤيد الحق الشعب الفلسطيني في العواصم العربية في عواصم أحرار العالم خرجت كذلك مثل بوليفيا وتشيلي وكل هذه أمريكا الشمالية خرجت في بعض دولنا العربية كذلك نقول نحن الشعوب مع حق الشعب الفلسطيني مع تحرير فلسطين مع حقنا في العودة مع حقنا في خلع هذا المحتل لذلك نتطلع أن تكون قيادات هذه الدول العربية مثل شعوبها وتقف إلى حق الشعب الفلسطيني نحن الشعب الوحيد منذ خمسة وسبعين عاما ما زلنا تحت الاحتلال نحن نحب الحياة ونحن نريد الحياة نحن نقاتل ليس لهدف الموت نحن نقاتل من أجل حرية الشعب الفلسطيني من أجل عودتنا إلى فلسطين نتمنى على قيادة الدول العربية وعلى هذه القمة القادمة وأن يكون لهم موقف مشرف أمام ما يجري وأمام هذه الدماء التي تسيل ما هو الموقف المشرف في بيروت في 2002 أطلقوا مبادرة حل الدولتين ولكن نقول أين هي هذه المبادرة ماذا فعل بها العدو الصهيوني لقد ألقى بها في عرض الحائر لم يقدم شيئا لهؤلاء ولم يقدم شيئا للشعب الفلسطيني بل بالعكس زاد القتل وزاد الإجرام وزاد الاستيطان وقدم الأراضي ونرى كل يوم يدخل ويخرج إلى مناطق الضفة الغربية ولذلك منذ 2002 إلى الآن لم يقدم هذا العدو سواء القتل والإجرام هذا العدو لا يحترم لا مبادئ إنسانية ولا يتقيد بشرائع ولا بقوانين دولية لذلك هذا العدو جربناه كثيرا من اتفاقية أوسلو إلى اتفاقية بيروت 2002 إلى الآن ماذا قدمت كل هذه الاتفاقيات هذا العدو لا يفهم إلا لغة واحدة وهي لغة القتل والحراب ولكن أنت تقول بأنه تنتظرون موقفا مشرفا من القمة العربية ما هو هذا الموقف؟ اشرحه لي في عبارة أو عبارتين للأسف ما سمعت السؤال ما هو في نظرك الموقف المشرف الذي ينبغي على القمة العربية أن تخرج به؟ حركة حماس والناطق العسكري باسم حركة حماس كان واضحا قال نحن لا نريد منكم سلاحا ولكن أقل الواجب اتجاه ما يحصل في فلسطين أدخلوا لنا الماء والدواء والغذاء للشعب الفلسطيني لا نريد سلاحا الشعب الفلسطيني من يقف معه كما قال الأستاذ هالد مشعل من يقف مع الشعب الفلسطيني فهو في عزة وكرامة ومن يقف ضد هذا الشعب فهو في خذلان لذلك ندعو زعماء العرب أن يقفوا إلى جانب الشعب الفلسطيني هم يقولون بأنهم يقفوا مع الشعب الفلسطيني إذا كان كلام بالإعلام أن يقفوا إلى الشعب الفلسطيني وما رأيناه من إدخال شاحنات إلى قطاع غزة هذا نقطة في بحر إلى الآن قد تكون فقط 200 شاحنة منذ 25 يوم إلى الآن 200 شاحنة فقط الذين دخلوا إلى قطاع غزة وقطاع غزة يحتاج باليوم الواحد إلى 500 شاحنة لذلك كيف نقف وكيف ننصر الشعب الفلسطيني نحن أخوتكم في الدم وفي الدين ليس نحن من جنسية من طائفة أخرى ولا من دم آخر نحن شعب واحد شعب نتكلم لهجتكم نبينا واحد وديننا واحد أقل الواجب إذا استنصروك بالدين فانصروهم أين هذا النصر؟ نقول لهم نحن نريد أن تدخلوا لأهلنا ولشعبنا ولأبناء أمتنا في غزة أقلها الماء والدواء والغذاء أقل الواجب اتجاه ما تقدم هذه المقاومة وما يقدمه الشعب الفلسطيني منذ 75 عاما إلى الآن أشكرك شكرا جزيلا من بيروت وليد كيلاني المتحدث باسم حركة حماس في لبنان شكرا جزيلا شكرا جزيلا